في كل سنة من موسم الحج مع أعداد الحجاج الكبيرة هناك العديد من الثغرات ومنها ضياء أحد الحجاج عن مخيمه أو أعضاء مجموعته سواء في المشاعر أو في الحرام مثل هذا الحاج الذي تخلف عن مجموعته وحاول البحث عنهم وبدأ بالتفكير في طريقة لإيجادهم وتصعب عملية البحث على مخيمه أو على الحملة العائدة للحاج ويصعب حتى على رجال الأمن متاعدة الحاج الضائع قلنا بمعاونة هذا الحاج بإيجاد فكرة تقنية مبتكرة غير تقليدية تسمح للحجاج نفسهم بمساعدة بعضهم البعض لإيجاد حملاتهم أو مخيماتهم عن طريق مسح باركود بالروال يتم فيه فتح صفحة تحتوي على معلومات متعلقة بالحاج ومن ضمن هذه المعلومات رابطه مرفق بموقع الحملة الدقيق من بين مئات الحملات وتحتوي الصفحة على قاعدة بيانات ومعلومات الحاج أو المعتمر من بين آلاف المعتمرين أما في حالة مسح الباركود من قبل رجل أمن يتطلب كلمة سر لفتح صفحة تشمل كافة تفاصيل وبيانات الحاج كرقم الهوية ووقت الوصول والعودة ويتم إرسال إشعار إلى الجهة المسؤولة حتى تكون هذه التقنية مطلع عليها من قبل الجهة المسؤولة بكل تفاصيلها ويمكن استخدام هذه التقنية في العديد من المجالات الأخرى مثل المرضى الزهايمر لمساعدة ذويهم في العثور عليهم وأيضاً مع الأطفال لمساعدة أعبائهم في العثور عليهم في حالة الضياعة والعديد من الحالات الأخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة